نجحت الدولة المصرية في خلق واقع متميز وملموس على أرض سيناء حيث تعد شبه الجزيرة سيناء محوراً أساسياً ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة للجمهورية الكديدة لما لها من أهمية جغرافية ومكانة تاريخية ذلك بالإضافة إلى كونها أحد أهم أركان الاقتصاد المصري بما تمتلكه من موارد ومقومات طبيعية وبشرية تعد مشروعات الربط الكهربائي في شبه جزيرة سيناء واحدة من أقوى خطة الدولة لتحقيق التنمية وتعزيز الأمن القومي وقد استثمرت الدولة ما يقرب من أربعة مليارات جنيه لتحسين البنية التحتية للكهرباء في سيناء أسفرت عن القضاء النهائي على مشكلة انقطاع الطيار الكهربائي وذلك من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية وتنفذ الدولة خطة لربط شبه جزيرة سيناء مع محافظات الدلتا بتوجهات ودعم من القيادة السياسية في ضوء استراتيجية تنموية شاملة تستهدف تلبية احتياجات أهالي سيناء والمشروعات التنموية بها حتى أصبحت سيناء تتمتع بشبكة كهرباء قوية وفعالة وقادرة على تلبية جميع الاحتياجات التنموية ولم يكن تحقيق هذه الانجازات مجرد تعزيز للشبكة الكهربائية كان تطورا جوهريا لتحقيق رؤية تعمير سيناء حيث تم تشغيل محطة تنموية وربطها بشبكة القومية للكهرباء باستثمارات بلغت 400 مليون جنيه خطة مهمة أضافت 250 ميجاوات إلى الشبكة مما زاد من قدرة الشبكة على تلبية احتياجات السكان والمشروعات الصناعية والاقتصادية واستمرارا لرحلة التحسين والتطوير تم إقامة محطة كهرباء بالمساعيد شمال سيناء بتكلفة قدرها 450 مليون جنيه لتغذية الشبكة والربط مع محطة الشلاق بالشيخ زويد مما يمكنها من توفير الكهرباء لمدينة العريش ولمشروعات قومية جديدة في المنطقة بما في ذلك محطة تحلية المياه بالكيلو 17 ومطار العريش والميناء البحري بالإضافة إلى ذلك تم تنفيذ أعمال توسيع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمة للمشتركين بمحافظة شمال سيناء بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو مليار و600 مليون جنيه كما تم تنفيذ أعمال توسيع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة إجمالية بلغت ملياري جنيه مما يعكس التزام الدولة بضمان جودة الخدمة وتوفير الكهرباء بشكل مستدام